السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة نتكلم على البي ام اس بلدينج منجيمنت سيستيم اللي هو نظام إدارة المباني اللي هو الجزء اللي هو الوبريشن تمام ان انا هديق المبنى ان انا فيه غرفة اسمها غرفة البي ام اس بترايب كل حفل المبنى بترايب التكييف القهربة المية الحوايط الحاجات الانشائية كل حاجة انت هتلاقي في كتب زمان ان هو بيركز على الحاجات الكهروميكانيكا لأ دلوقتي حتى الحوايط حتى الحاجات الانشائية بيبقى فيها حساسات بحيث ان انت تقدر تاخد المعلومات اللي انت عايزة تمام يعني تقدر تقول لك عندي مشكلة فيه تشققات في كذا الحاجات دي تبنيت امتى كل المعلومات اللي انت عايزة موجودة في قلب الحوايط وفي قلب الحاجات الانشائية تمام طيب انت ممكن ترايب ايه بالبي ام اس التكييف الانارة البوابات السنسرات المكن متاع التكييف سواء تشيلر كل مكان تقدر تراقبه السهلاك المية اا لو اي حاجة انو انت مسلا عندك غرف كتيرة مسلا فندق في اي غرفة حصل فيها مشكلة يبعط لك رسالة خلي باك في مشكلة اا كل كاميرات المراقبة سي سي تي في اا اا تحكم من اللي دخل من اللي خرج وقدر سجل الحاجات دي كلها اا اا اي مشكلة تحصل تعرف على طول بدل ما حد يواجه المشكلة وبعد كانت تصل بيه كيف انت تبعط حد يصلحها لا اوتوماتيك عارف المشكلة بيروح متصل بالراجل بتاع السيانة حتى لهو في شركة اخرى يعني بالشرط يكون معي هو عارف ان ان فلان هو الشركة المسؤولة عن سيانة مثلا شركة اسمها شركة شمس او امر او نجوم الليل او اتصل بيه قل له اختعال اصلا الحاجة دي مغير من ان اتصل مغير من مع ملاي حاجة خالص تمام وتقدر تحكم في كل حاجة يعني مسلا ممكن تكون ايه في حاجة مسلا اا اشارك كتير فهتتحرق فتروح انت وانت من مكانك تروح اقفل انا قلت غرفة تمام لا هو حاليا بقى ممكن من خلال الموبايل تطبيق مثلا طبع الموبايل وتقدر تفتح ومتكن في اي مكان يجبلك رسالة يمكن ان تشوفت افلام كتيرة مسلا حد تسرق حاجة فيبص كده يعرف فيروح مسلا ديس على الزرار واحد يروح اقفل كل بواب ويرروح متصل بالشرطة ويعني كل الحاجة اللي هيه مفروط ستاعمل تمام ااא النظام ده سابق جدا من موضوع البيم يعني printed information management بدلا مكان اللوح بتكايد او لوح مرسومة او 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 لا او بيبقى عندي النظام معين مختلف تماما عن اللوح اللي موجودة اسناء بياخد هو المودل بتاع البيم ويقدر يبقى في كل المعلومات اللي يحتاجها هو اللي قدر تحكم بيها. فالبيم مع البي ام اس بيعمل شغل قويس جدا في موضوع المانجمنت. ولذلك احنا بنبدأ شغل ببيم بنحاول قدر امكان ان احنا ندخل المعلومات اللي الراجل يحتاجها في البي ام اس. بيتكون من ايه? بيتكون من اه حاجات تحكمات دي دي سي في كل مكان. في في حاسات حرارة ورطوبة. في برنامج سوفت وير موجود سواء على موبايل او على الكمبيوتر. عشان قدر تحكم ورائب كل حاجة بتحصل. طيب. البيم اس ده بيتكلف قد ايه? ما نقدرش نقول رقم سابت بس هي الفكرة كلها حسب حجم المشروع وحسب الحاجات اللي انت عايس تتحكم فيها وترائبها. بس اللي انا قدر اقول لك عليه ان هو بيجيب تماما بسرعة. يعني انت لما بتعمل النظام دوت تكلفك مثلا اه مئة الف هتقدر توفرهم في فترة قصيرة جدا لان انت بتحكم في اه التكييف وبتحكم في الكهرباء ازاي بتحكم في التكييف ممكن تخليها اوتوماتيك. ان كل الغرف اللي موجودة اول ما الشخص يخرج اوتوماتيك يروح وفاصل التكييف فيها حتى لو هو نسي. الميا اوتوماتيك بتقفل. كل حاجة الاستخدام بتاعها بس. اول ما بتخلص الاستخدام خلاص. اول ما الراجل يدخل اوتوماتيك تحس بيه وتبدأ تشغل تكييف تمام? بحس ممكن حتى النزاباتها اكتر ان هو مقرد ان هو عمل تسجيل او ان الغرفة دي اه كتب ان الراجل اللي حاجزها جيه تروح تبدأ تشغل تكييف اللي فيها وتبقى تجاو كويس. اول ما تحس بشخص. اول مثلا مما الراجل يفتح الشباك او يفتح البلكونة يبدأ تكييف تقفل بحس انه مفيش حاجة تسرم تمام? وان هو يبدأ ياخد الهوار ناقي من برا. احنا الشغلنا بيفف بعض المشاريع وكان ممتاز جدا والناس شكرت فيه جدا. بالذات الحاجات اللي هي بتبقى نادي كبير مطاعم حاجات دي بتسفاد جدا من الحاجات حكومية المطارات كل الحاجات دي بستفاد كتير جدا منها اا وحتى مسلا ممكن في اللا صغيرة ممكن تستفاد من النظام دوت لان هو بيخلينا يادير كل حاجة تمام؟ يعني بماشي وانا متطمن على كل حاجة وادر تحكم في كل الحاجة موجودة ورائب وشوف وتحكم ولو انا عايز اعرف اي معلومة بقدر اعرفها بسهولة جدا تمام فهو من الانظمة اللي الواحد مهتمة بيدا بيها يعني كان فيها عند ركاس بم بم اس في الشركة كان صاحبها يعود يقول لي انت يعني بتحب البم اس ده فلله فلله يعني بعيد عن تخصصك بس على طرق انزل اتطوع ان انا عايز الشغل معك بدون مقابل بس يعني بعد الشغل بس استفيد اتعلم البم اس دوت